موسيقى رسائل متبادلة بين ميليشيا أسد الطائفية وميليشيا قسد في مدينة القامشلي بالحسكة تأتي كما هو المعتاد عبر اشتباكات تدور بين الطرفين في المربع الأمني الخاضع لسيطرة ميليشيا أسد ومن يدفع الثمن دوما هم المدنيون من سكان الأحياء القريبة في المدينة الاشتباكات الجديدة أتت بحسب ما أوضحته مصادر محلية وإعلامية في المنطقة على إثر تعرض قوات من ميليشيا قسد لرتل من ميليشيا أسد أثناء توجهه من مطار القامشلي إلى منطقة أبو راساين الفاصلة بين منطقة نبع السلام والدرباسية وتل تمر الخاضعة لسيطرة قسد موضحة أن الأخيرة اعتقلت عناصر من ميليشيا أسد ما دفعها للإعاز لميليشيا الدفاع الوطني بالهجوم على حاجز يتبع لقسد واعتقال عناصره بهدف استبدالهم بعناصره المحتجزين ويأتي التصعيد من ميليشيا قسد بعد تولي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لمفاصل الحكم في البيت الأبيض فيما يبدو أنها محاولة منها لاختبار مدى الدعم المقدم من الإدارة الجديدة لها واستغلال حاجة ميليشيا أسد للنفط المسيطر عليه من قبلها وإظهار نفسها بمظهر الطرف الأقوى لا سيما أنها تستولي على كامل القامشلي وتفرض حصارا على المربع الأمني الذي توجد فيه ميليشيا أسد فيما يرى مراقبون أن نظام أسد يسعى هو الآخر لتحصيل مكاسب في تل رفعة وعين عيسى حيث يطالب بانتشار عسكري في عين عيسى بينما تريد روسيا أن يسيطر إداريا على المدينة التي تعتبر عاصمة إدارية لما تسمى بالإدارة الذاتية وأنه يمتلك ورقة قوية للضغط على قساد عبر التلويح بسحب قواته من المناطق المقابلة للجيش التركي وترك قساد وحيدة في مواجهة تدخل محتمل للجيش التركي في المنطقة إذن هي رسائل واختبارات وفق ما تظهره الموطيات الحالية بهدف تحقيق مكاسب ميدانية واقتصادية وسط مصالح متبادلة بين الطرفين الذين لا يقيمان وزنا لوضع المدنيين المتردي في مناطق نفوذهما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر